سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة ضيفي في حلقة النهاردة أستاذي العزيز القص عاد المالك أهلا بحضرتك حضور حضرتك دايما يثرينا ويشرفنا ويسعدنا ويدينا نور على كلمات الله الثرية شكرا أنا سعيدة أن حضرتك معنا النهاردة وخاصة أننا دايما بنستضيفك في موضوع حساسة خليني يعني أقول لكم عنوان حلقة النهاردة عنوان الحلقة هو بولس الرسول والمرأة موضوع كبير هو فحيكون عندنا نقاش طويل ومفصل في اسم يسوع يكون سبب بركة لكثيرين الحقيقة أنه صورة الحلقة ريت تحطها لمرة تانية لو شفتوا كده صورة الإعلان الحقيقة الصورة دي ألهمتني لأنه دي صورة تعبيرية عن الرسول بولس وهو يتحدث للجموع في أثينا فإحنا شايفين في الصورة أنه ده مجمع من الرجال والنساء لكن أيضا خلفه وقفة امرأة يمكن الست دي كانت ليديا المعروفة في الكتاب المقدس أن بيتها كان مقر للكنيسة وبداية لخدمة الرب في بلدها أو ميبي برسكيلا وزوجها أكيلا برسكيلا هي كانت كمان بتقود في خدمة الرب وكلما ذكر الزوجان ذكر اسمها أولا ولكنها أيضا كانت تخدم إلى جانب الرسول بولس يمكن الصورة دي أيضا بتعبر عن وجود وحضور المرأة في خدمة الرب بشكل واضح في هذا الوقت وأيضا في خدمة الرسول بولس أن الناس كتير بتعتبروا خطأا أنه معارض لخدمة المرأة والنهاردة هنعرف ليه إحنا أنا حطيت كلمة خطأا دي في النص هل كان بولس فعلا عدو للمرأة في تعاليمه زي ما الناس بتتهمه يعني بشوف إعلانات كتيرة الرسول بولس عدو للمرأة الرسول بولس ضد المرأة حاجات زي كده يمكن يكون حتى بعض المسيحيين فهمينها خطأا في العديد من الآت في الكتاب المقدس بتوحي بأن بولس كان غير منصف في حق النساء على الأقل لكن في النهاية إحنا مش بنتكلم عن الرسول بولس في شخصه ولكن إحنا بنتكلم عن كلمة الله كلها بالمنظور الأوسع وليس شخص الرسول بولس بالتحديد فقط أيضا إحنا كمان بنتكلم عن اللي تورسته الكنيسة من مفاهيم عبر العصور عن خدمة المرأة ومكانتها سواء كانت من الحضرات السابقة أو من الفلاسفة السابقين أو حتى من اليهود نفسهم في إحدى السيدات أرسلت لي رسالة بتسألني فيها عن رأيي في مكانة المرأة في الكتاب المقدس لأنها كانت مسلمة ولما بحثت حسب اللي قالته عن مكانة المرأة في المسيحية هي رأيت إنها لم تجدها أفضل حسب كلامها فتركت المسيحية أيضا قال بينكسر ولما شاركت مع الأسيس عادل يعني حضرتك كنت كريم جدا تقول إنحنا لازم نعمل ده على طول وخصصتلنا وقت لي لأنه كل نفس مهم عند الله لكن فاهم كلمة الله هو اللي يثرينا عشان كده حنتجه لده النهاردة وده حيكون المصدر عندنا كنايس بتمنع المرأة إنها تخدم وتخدم الرب بأشكال كتيرة تخدم الأطفال لكن ما تخدمش في اجتماع عام لأنها لا تعلم الرجال تغطي رأسها حتى لو بترنم وقفة بترنم يخلوها تغطي رأسها في كنايس بتمنع المرأة من الصعود على المنبر بتاتا لو عايزة عايزة تقول كلمتين تقف تحت إنه بتقوله تقوله من بعيد وبصوت واتي كمان يعني الحقيقة أمور لازم نفكر فيها النساء في الكنيسة هم الأكثر حضور وخدمة والتزام بصفة عامة في العالم كل لكن إزاي تمنع من الخدمة وهي يعني نص المجتمع هنقول إراية الكتاب والاشتراك في توزيع كسر الخبز والكثير من الأمور اللي بتشتكي منها النساء النهاردة إنهم ممنوعين إنهم يعملوا كده أنا كنت في كنيسة تقليدية مرة بحضر اجتماع وكان فيه ناس بتقرأ الجماعة كلها بتقرأ المزامير فجي أحد الخدام ومشي جنب الجزء بتاع الستات عشان لازم فيه انفصال يعني لحصل يعني فاصل بين الجنسين فجي جنب الستات وقال لهم كده صوتكو عالي وطوا صوتكو يا سلام إحنا بنيرى مزامير طب حدتك يعني مزعالك صوتنا في إيه إحنا ما عندناش صوت المرع عورة في الكتاب المقدس فوطي صوتك أنت في الكنيسة هل بولس كان السبب في كل ده أم إن يعني الرؤية الكتابية بتورينا شيء آخر هنا بقى أحيل الأمر لكلمة الله وحضركك أولا أنا مشكور جدا طبعا على أن أنا ضيفك النهاردة ده شرف كبير لي شرف لينا طبعا وشرف لي أن أكون بتكلم عن موضوع حساس جدا وبحبه جدا لأن إحنا عارفين المرأة نص سكان العالم أكتر من النص في أغلب الأحيان نص المجتمع وأكتر من نص الكنيسة العهد الأديم والعهد الجديد بيكلمون عن المرأة وخدمتها وقيادتها وقيادتها لرجال عشان كده خدمة المرأة مهمة للأتنين للرجل والمرأة أتمنى أن الرجالة كمان اللي بيسمعونا يشوفوا ويشجعوا المرأة على الخدمة ولازم ناخد في اعتبرنا أن المجتمع اللي عاشوا فيه وقت كتاب المؤدس كتاب المؤدس يختلف عن مجتمعنا مهاردة يعني المفترض كان يحصل العكس لازم ناخد بالنا كمان من لغة العصر ليهم لغة زي ما إحنا لينا لغة ومن ستين سنة كانت اللغة مختلفة عن دلوقتي اللغة في أي مكان دايناميك بتتغير كتير مننا بيخطئوا لما يركزوا على بعض أجزاء كتابية سلبية لكن وأنا سلبية دي حطيها تحتها خط لأنها مش سلبية لما نفهمها تبدو سلبية تبدو سلبية أشكرك ويهملوا أجزاء أخرى عشان يثبتوا وجهة نظر معينة وده خطر إن احنا ندخل الكتاب المؤدس بوجهة نظر عشان نحاول نثبتها المفروض إحنا نحاول نفهم كلمة الله بدون ما ندخل بفكرة الكلام اللي هو بقوله اللي هو إن احنا ندخل الكتاب بفكرة ما فيهوش إنصاف لكلمة الله ولا للدارس الجاد مش هيوصل لحاجة حقيقية ونفقد عمق الدراسة وآخر حاجة بنخلي فعلا فيه فوارق بين الرجل والمرأة ما كاشنش أصلا موجودة في ذهن الكاتب وده بيفصل المجتمع وبيفصل الأسرة بالزبط جوه البيت يعني مش بس في الكنيسة لا ده جوه البيت صحيح بيحصل يعني أخطاء بتأتي بإثمارة هتكون دايما خطأة مصبوط إحنا مش عايزين ننكر إن فيه فرق في الفونكشن بين الرجل والمرأة طبعا لكن البيينج الكينونة إحنا واحد وهنشوف زي ما هنشوف حتى هنحاول نركز طبعا على الأجزاء الصعبة في الكتاب لكن في نفس الوقت أتمنى إن إحنا ندخل بعقل منفتح وقلب منفتح لما حضرتك تقول الفونكشن يعني الدور أو الأداء الأداء يعني ست تحمل والراجل الزبط مثلا يعني والست ما تقدرش تحمل من غير الرجل مزبوط وهكذا يعني كل واحد لي دور علشان في المجتمعات الشرقية وعموما على فكرة حتى الفلسفة الأدام سواء كانوا الغريق أو غيرهم يعني كانوا برضو بيتكلموا على المرأة بنفس اللغة إنها غير قادرة على التفكير وغير قادرة على الاندباك في المجتمع لكن الحضرتك بتقوله لا يعني ده لا لا لأنه الفونكشن الجسدي الجسدي بالزبط احتمال ولكن أيضا هل الفكري مختلف؟ هل القدرات النفسية بتختلف؟ لا أنا في رأيي ما تختلفش لكن في بعض الحاجات بتقوم بها المرأة أحسن من الرجل الحاجات الأمومة تختلف عن الأبوة أنا محتاجين للاتنين بس الأمومة غير الأبوة وكمان حتى بعيد عن الأسرة بعض الأحيان بنحتاج الخدمات اللي فيها إشفاق على المريض زيارة المسجون التعاطف عند المرأة يمكن يكون أكتر شوية لكن ده لا يمنع أن الرجال فيهم ناس كتار عندهم عواطف وأحيانا بتصل إلى الذروب وعندهم أمور أقوى كراجل عنده أمر مش أقوى عضلات أقوى في قدرات أخرى صحيح طب خليني أسأل حضرتك أنا أعرف إحنا مبتدناش الحلقة لكن الحقيقة إن في مكلمة فهل تحب إن إحنا ننتظر على المكلمات شوية ولا ناخدها زي ما أنت عايزة طب هناخد أول مكلمة وبعدين بعد كده هنوقف علشان حضرتك تكمل معانا الأخ أمجد الزبيدي من بغداد أهلا بيك أخي أمجد تفضل مساء النور أهلا بيك مساء النور أهلا بيك مساء النور أهلا بيك أهلا أنا فقط عدي استفسار استفسار سيد أماني يعني إذا أمكن من نشعب من الأستاذ الكريم الضيف هي الغريد اللي أنا أعطها حول بورس الرسول والمرأة يعني أنا شفت في هذه النصين في أسالة الكورنس الأولى يعني بها مثل إهانة إلى المرأة توحي بأنها إهانة للمرأة يعني ما أدري مثلا يقول لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل وينبغي المرأة أن يكون لها سلطان على رأسها مثلا أو في نص آخر يقول لتصمت نساءكم ليسوا لما أذون لهم أن يتكلم الكلام موثمت الأستاذ الكريم الضيف أنه أخذ اخترافات لا لا استنى إحنا لسا كلمنا أمجد إحنا لسا ما تكلمناش أساسا بس على فكرة كل الآيات اللي قالها إحنا هننقشها إحنا هننقشها طبعا حالا في الخطة بتاعتنا بصي عمجد أنا عندي اقتراح لحضرتك اسمعنا واتصل قبل عشر دقايق من نهاية الحلقة إيه رأيك؟ وتقدر تقول لنا فهمت وواضح ولا لا؟ ربنا يبركك شكرا شكرا لك أخي تفضل حضرت الأسيس إحنا الناس في استياق تتعلم طبعا آه خلينا قبل ما ندخل للآيات خلينا نقول بعض الملاحظات على تفسيرنا للكتاب التفسيرات اللي إحنا بنعملها والأخطاء اللي فيها وهديلك أمثلة عن حاجات كتير الكتاب المؤدس يختلف عن أي كتاب تاني في تفسيره أي بعض الكتب بيذكر حتى الكتب الدينية الأخرى بيذكر كل آية منفصلة عن الآيات الأخرى صحيح ما فيش حاجة اسمها كونتكست سياق الكتاب المؤدس مش كده الكتاب المؤدس اللي كتبه ناس أغلبهم أغلبهم متعلمين جدا فحطين السياق في أشياء إحنا ما كناش نعرفها إلا لما عرفوا هلنا الناس اللي هم درسوا القرون الأولى القرن الأول الميلادي أو في العهد الأديم للقرون الأولى كده إيه الملاحظات اللي أنا عايز أقولها نمرة واحد ده اللي أنا تعلمته في كنيس واللي بعض الناس ما زالوا بيعتقده بولوس منع المرأة من التحدث في الكنيسة إذن يجب أن نمنع المرأة من التعليم من الصلاة ومن التعليم المنفرد ده بعض الناس بيقولوا كده أتنين بولوس منع المرأة أنها تعلم الرجل عشان كده يجب أن نمنع رسامة المرأة لأن الرسامة بتعني أسيس أو شيخ والأتنين لابد أن هم يكونوا بيتكلموا لكن ما فيش مانا أن نحن نخليها تعلم الأطفال ونرسمها شماسة عشان زي ما قلنا أن هي زيارة المرضى والمحتاجين ثلاثة الرسول بولوس زي ما الأخي أمجد قال أن رأس المرأة هو الرجل ورأس الرجل هو المسيح عشان كده الرئاسة والسيادة أعطيت للرجل وعلى المرأة الخضوة أربعة حوة هي التي أغويت وده الرسول بولوس بيقول كده عشان كده على المرأة أنها تصمت لأنها قابلة للغواية تمام للأسف بعضنا تعلمنا التفسير الحرفي ونبص للآيات بدون الرجوع لخلفية تاريخية والجغرافية والثقافة والبيئة وأسلوب ولغة العصر لكن بدرست الكتاب بعمقه نكتشف أن هذه الثلاثة أمثلة نكتشف أن في تناقض في فكرة التفسير الحرفي أننا أرى وفسر حرفي تمثوس الأولى اتنين عدد تمانية وحداشر واثناشر فأريد أن يصل الرجال في كل مكان رافعين أياد طاهرة بدون غضب ولا جدال لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوة ولكن لست قادر للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت السؤال بنفسر عدد 11 و 12 اللي هو عن المرأة تفسير حرفي لكن عدد تمانية ما بنفسرهش حرفي بالنسبة للرجال فبنلقر أن الرجالة ما بيرفعوش إيديهم في كل مكان وهما بيصلوا الرجالة بيغضبوا قادة الرجال بيغضبوا لما بيعملوا اجتماعاته وأحياناً خناقات بالأيدي والشتايم وبعدين نصر أن المرأة لها تعلم الرجل تمام؟ طب ليه ما نعملش اللي اتنين؟ ليه ما نعملش اللي اتنين؟ أوكي أنا بكتب أسأل بسخلق أنا طبعاً ما إحنا هنقوله المسألة الثانية نفس النص بس أنت مثاوسة الأولى اتنين تسعة لأحداشر وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلع أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة وبعدين عدد حداشر اللي تتعلم المرأة بسكوت في خضوع وما بنفسرش العدد تسعة وعشرة حرفي لو حبيتي تعالي تفرج على الأفراح وما فيش مشكلة عندنا لكن بنفسر التعليم بتاع المرأة حرفي أنا مش بنتقد حد في لبسه على فكرة بالعكس أنا كل مجتمع لي طريقة في اللبس وما عنديش أي مشكلة حتى لو إحنا على البحر بنلبس لبس مختلف عند لو إحنا معزومين لحفلة لكن عايزين ننظر لنفس النص بالكونتكست بتاعه ونظر عادلة ده حرفي لو خدنا ده حرفي بحدش هيلبس ذهب ولا يلبس ولا يصرح شعره هل أهبوا لصاصته كذا؟ لا بس لباس الحكمة هو الأتيتود بتاعنا يبقى الحشم أقصد في حشم المثل الثالث والأخير كورينثوس الأولى 11 الأخ العلي وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ وراسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكون هي سورة الله ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل البعض بيصر تماما أن المرأة تغطي شعرها لكن ما بيسمحوا لهاش أنها تصلي أو تتنبأ ده بيقول الرسول بوريس لما تصلي أو تتنبأ جزء من التنبأ تعليم على فكرة وبيسمح للمرأة أنها تتعلم بشارط أنها تغطي شعرها ده في كورونترس البعض قرر تطبيق جزء من النص وأهمله جزء تاني من النص تفسير الكتاب المفيد علينا الحرس نمر واحد في التفسير الحرفي ما نفعش اتنين تطبيق الكتاب ندخل له باحترام ونسمع صوت الله من خلال الكلمات دي وما ندخلش بفكرة مسبقة عشان نثبت أي حاجة مثل سيء للتفسير وده أختم بيه الجزء ده وقت بداية الاشتراكية في الدول العربية حبوا المسيحيين أنهم يدعموا فكرة الاشتراكية فدخلوا للكتاب يعني فكرة مسبقة دخلوا بها للكتاب عشان يدوروا فين الاشتراكية لقيوها في أعمال أعمال اتنين آسف أعمال أربعة اتنين وثلاثين وكان المؤمنون جميعا متحدين في القلب والنفس ولم يكن أحد يقول إن شيئا ممتلكته له بل كانوا يتشاركون في كل شيء يملكونه فرحوا ودقوا دي الاشتراكية الاشتراكية مبدأ كتابي لا مش مبدأ كتابي على فكرة مع إن لما هم يدققوا فيه فرق طبعا بالاشتراكية والشيوعية يمكن الاشتراكية معقولة لكن في الشيوعية ما فيش أساسا المبدأ الملكية الخاصة لكن هم تركوا حرية الفرد اللي بيع الحاجات دي على فكرة وكانوا بيعملوا الاجتماعات في بيوت بيوت مين ما هو بيوت المسيحيين ممكن هيعملوها يعني ما زال كان فيه بيوت بيملكها مسيحيين وما باعوهاش لأنهم قرروا كده لأنهم سابوا الحرية عشان نفهم نصوص المرأة علينا نحن نفهم المشكلة اللي كان بولوس بيتكلم عنها بيحاول يعالجها نفهم ثقافتهم ولغتهم ونرعي الفوارق هل ده جزء لهوتي فنصر عليه ولا يعني الحاجات الأخلاقية والتقصية الأسف اللاهوتية والأخلاقية ممكن دي ما تتغيرش بتغيروا الزمن لكن التقصية اتغيرت من العهد الأديم للجديد والبيئية أو الثقافية اتغيرت لأن احنا بنتغير حتى ما كانت المرأة في العهد الأديم تختلف عنها في العهد الجديد فلما ندر الجزء صعب خاصة من كتابة بولوس خلينا نركز على الجزء الرئيسي ده النقطة دي مهمة على فكرة في التفسير النقطة المساعدة اللي هو بياخدها علشان يثبت النقطة الرئيسية مش مهمة بالنسبة له فاحنا يعني هقول مثال في أمثال المسيح كنا زمان بناخد المثل ونقعد نفسفس فيه ونتأمل النهاردة مفيش حد من علماء الكتاب يقولك الكلام ده صح يقولك هي نقطة المثل نقطة واثنين بس وتشوف النقطة الرئيسية ومالكش دعوة بالباقي متاخدش منها لهوت وهديك مثل اللي هو مثل الغني والعازر مثل الغني والعازر حاولوا ناس يحطوا لهوت عن جهنم من المثل مع أن المثل مش قصد الرب يسوع وطلع النهاردة أنه ده ما ينفعش أنه نحط لهوت عن جهنم من خلال مثل العازر والغني قاعدوا يقولوا طبعا أنه دول بيشوفوا دول لأن إبراهيم والغني كانوا بيتكلموا تأملات عميقة تأملات عميقة وقالوا أن فيها نار وعطش رهيم وطبعا في ناس كتار مش بيتفقين على ده في الوقت نشوف قصد يسوع قصد يسوع من المثل كانوا حاكتين بس دمرة واحد ما تنساش الفقير اللي بيحط ربنا في سكتك اتنين الحاجات اللي أنت بتعملها على الأرض هتأثر عليك في السماء بس ما نروحش بقى نشوف جهنم كان إيه وده الفردوس ولا السماء ونعقد بقى فس فس ده خطر طيب خلينا يعني ناخد مثل من الأمثلة الكتابية اللي حضرتك هتكلمنا فيها النهاردة عن أقوال بوليس بالتحديد نفسرها ازاي يعني يعني أنه مثلا أنه رأس المسيح الرجل المسيح رأس الرجل وأنه الرجل رأس المرأة وكلام ده كله يعني قدينا حاجة نبتدي بها واحدة من الأسئلة ماشي خلينا ندخل في اللي قاله الأخ أمجد اللي هو الرجل رأس المرأة رأيك اللي هو كرونث سرقول 11 خلينا أقرالك من 3 إلى 9 كرونث سرقول 11 3 إلى 9 لكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه وهو المسيح يعني وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطفة تشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل أغلب الكنيس في الغرب طبعاً الست ما بتلبسش غطاء الرأس أغلب الكنيس لكن أنا ما بتكلمش على الكنيس المهجر لكن لا مانع أن الرجل يرتدي كاب أو بورنيطة أو أي حاجة في الشرق الأوسط كناس أليلة بتلزم الستات أن هي تلزمهم أن هما يغطوا رأسهم في الريف غطاء الرأس ده حشمة أو تدقيق كتابي ثقافة ثقافة أغلب الكنيس التقليدية الأمثالكسية والكاثوليكية الستات ما بتلبسش غطاء رأس لكن الكاهن بيلبس غطاء على رأسه عكس اللي طلبه بولس أي خلينا نشوف غطاء الرأس حتة حتة بدراست المجتمع في الوقت ده مين اللي كان بيلبس غطاء رأس لما راحوا الستات اليونانيات للمعابد الوثنية كانوا بيخلعوا غطاء الرأس كانوا بيبقوا لابسينه برا ويدخلوا المعبد الوثني ويشئلوا الغطاء ده أول حال في اسكندرية كان جزء من الناس وثني وجزء يهودي ده أنا بتكلم عن القرن الأول الست اليهودية المتزوجة لبست غطاء على فكرة كان فيه نسبة عالية جدا من اليهود دول اللي رجعوا من السبي وما قدرواش يعيشوا في فلسطين راحوا اسكندرية لكن الغير متزوجة كانت بتسيب رأسها عاري فبالتالي كانت دي وسيلة للشبان إنهم يعرفوا مين اللي متجوزة ومين اللي مش متجوزة ثقافة ثقافة المرأة العاهرة لم تلبس غطاء رأس فكان ده برضو فرق واضح بين السيدات العاديات والسيدات العاهرات من خلال ارتداء غطاء الرأس ثقافة برضو ثقافة مع إنه قبل كده كانت العاهرة هي اللي تلبس الغطاء بالضبط كده عنيفة خاصة بين الستات الغنية والفقيرة بالتالي تظهرت بعض السيدات بالغنى بإنهم حطوا ضفائر في شعرهم وحطوا في ذهب ولقالق وجواهر كتب الرسول بولوس لتيموثاوس بيقول له تيموثاوس الأولى اتنين وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورانه وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لقالق أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعهدات بتقوى الله بأعمال صالحة إذن المشكلة كانت مشكلة لراعي كنيسة أفاسوس اللي هو تيموثاوس عشان يقول له أن الناس الستات اللي عندك مش لازم يبينوا الفوارئ دي مش لازم نوري أنا آجي لفرح وكل الناس لابسين فيه زواهب ولو هالي ما ماشيش الكلام ده ما ينفعش أن أنا أحط مبدأة قال في القرن الأول لناس ستات كانوا بيتظهروا في الكنيسة بمظهر معين وأطبعه يعني الهدف هو بيقول أن الناس اللي مجغولين بأنه هم يتمنظروا على بعض يعني ده خارج عن إطار اللي ربنا عايز يعمله في قلبك مظبوط وإحنا لست عندنا ناس بتعمل كده جواك كنيسة برد للأسف يعني لو الرسول بويس موجود دلوقتي هيقول لك كده كان زال وأحيانا كان غطاء الرأس حل للمشكلة دي كان غطاء الرأس إزاي في المجتمع اليهودي الرجل هو اللي حط غطاء رأس على فكرة الرجل هو اللي حط خلال الصلاة وده بالطبع يتنافى مع اللي طلبه بولوس يعني بولوس بيقول من كنيسة كورونثوس بالزال ليل أنه بولوس كان بيركز على بعض الحاجات المعينة سؤال وهجاوب عليه هل غطاء الرأس يعتبر جزء إلهوتي ولا أخلاقي ولا تقصي ولا ثقافي بيئي ثقافي بيئي بيعتقد أغلب المفسرين أنه لأسباب كتير واحد لو كان الجزء ده لهوتي أهم واحد كان يتكلم عنه كان الرب يسوع رب يسوع نتكلمش خالص عن غطاء الرأس وكتاب العهد الجديد كانوا كتبوه إحنا عندنا أمثلة الخلاص بالنعمة فداء المسيح الثلوث الأقدس صلب وقيامة المسيح المجيء الثاني كل دي أفكار لهوتية هتلاقي كل كتاب العهد الجديد تتكلم عنه تاني حاجة سياق الجزء ده بيتكلم فيه الرسول بولوس عن اللياقة في العبادة طب أجي أحط قانون لهوتي عنه هو بيتكلم ما ينفعش يعني ما ينفعش أساساً أن أنا أعتبر الجزء ده لهوتي لما حبيتك بتقول لهوتي علشان المشاهدين يفهموا يعني الخلاص بالنعمة لا نقصد حاجة تانية أقصد أنه إحنا لما يجي نقول الكلام ده لهوتي ده يعني بيغير في أصول الإيمان أو بيعدد أصول الإيمان بتاعنا الأشياء المهمة زي بحدتك قلت الخلاصة كان عند المستمع المسلم أو غير المسيحي عموما يقولك حلال ولا حرام ما فيش حلال وحرام في المسيحي بالضبط ده اللحظة بتقصده بالضبط كده لأن الرب يسوع حتى في الموعزة على الجبل هو بيدي سياق أخلاقي للتلميذ سياق عام التخصص كل حالة لها حل situation هل أنا وأسأل نفسي دايما كتلميذ للرب يسوع أعمل كده مش عشان صح وغلط الرب هيغفر لي حتى لو أخطأت لكن الحل إن أنا أكبر في الإيمان وبقتلميذ يسوع إزاي بإن أنا أسأل السؤال ده ده صح والله غلط ده اللي أنا بقول عليه هي دي الحالة في الحياة مع المسيح إنك تكون متطور متغير دائما حسب قلب الله ودي من الحريات اللي موجودة في الكتاب المقدس المعطى لنا من المسيح إن أنا أقدر أقول له رب يعني أعلمني إزاي ده يتغير غير فيه ده فأنمو كل يوم في النعمة لكن حلال وحرام وقطع ومش عارف إيه وتبقى يعني متحرق لإنك تعمل كده ومش عارف الصراع على الحاجات الجسدية والشكلية مش هو المهم في الكتاب المقدس صحيح مهم الصراع الروحي بالضبط كده بالضبط طب يعني إيه بولوس بالرأس هنا كلمة رأس لها معاني كتير هالبولوس بيعني رأس يعني رئيس طيب يعني هو في عدد 11 و 12 قال غير أن الرجل ليس اللي هو بعد كده غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل هو أيضا هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة لكن جميع الأشياء هي من الله هنا ساوى بين الاتنين في نفس النص بالضبط وده كمان بيرد على حتة أنه المرأة هي اللي أخذت من آدم وهم الاتنين واحد في آخر بيقول أنه تكون لك واحد نعم وده ينفي فكرة أن الرجل رئيس لكن في جزء هنا هام قوي لو كان غرض بولوس أن الرجل رئيس المرأة هنعمل إيه لما بيقول الله رأس المسيح مزبوط ده خطورة لهوت مرفوض لأن عدم تساوي المسيح بالله ده ينفي تماما الثلاث الأقدس وينفي تماما الآيات اللي في فليبي وكلوسي اللي بتتكلم عن تساوي المسيح مع الله يبقى إزاي رئيس بمعنى واحد أعلى من الثاني بالضبط فمش ممكن يكون غرضه أن رئيس بمعنى تساوي النتيجة بالتأكيد ما بيقصدش الرسول بولوس رئيس خليني شارك حاجة بسيطة حديث حصل بيني وبين حد من المجتمع اليهودي بقت مسيحية طبعا دلوقتي فلما بنتكلم عن الموضوع ده فهي بتقول أنه المرأة لا تستطيع أنها تقود في الكنيسة لأنها هتقود رجالة وما ينفعش تقود رجالة فسألتها لي قلت لي لأنه ده بلخبة The Godhead اللي هو الترتيب يعني الترتيب في الثلوس لأنه أنا مش عارفة أترجم دي لكن هي تقصد أنه لأنه الله هو رأس المسيح فكان سؤالي هل الله الآب مختلف عن المسيح عنده حاجة المسيح مش عنده يعني فطبعا صدمت لكن التفكير ده موجود وكتير لأنه ده الربط المباشر دايما الحضرتك قلته بس أنا حبيت أن أقول أنه دي يعني فعلا تخرجنا على الرطاق مظبوط طب تعمل إيه هي الست دي في فيليبي اتنين لما بيتكلم عن معادل لله لم يحسب خلصة أن يكون معادل وكلوسي اتنين تسعة لما بيتكلم عن أنه مساوي لله لكنه فيه جسد لقيوا علماء الكتاب أن كلمة رأس باليوناني اسمها كفالي كفالي نشكر ربنا أن هي مش RK RK دي يعني رئيس ورأس والأول والبكر والحاجات الأعلى فكلمة كفالي لما نروح لها ونشوف معناها إيه نلاقيها قد تكون قد تكون رئيس بمعنى أعلى وده مرفوض من السياق زي ما قلنا لكن قد تعني مصدر source إيه بقى كلمة source خلينا نحل الكلمة مصدر و source عشان هي دي اللي أغلب الظن أن هي تعنيها كفالي نعم قد تعني مجيئي منين أنا جاي منين فأنا أقول المصدر بتاعي من مصر أنا جيت أنا أتولدت ونشأت في مصر نعم قد تعني مين خلقني مصدري المسيح هو اللي خلقني اللي أنه خلق كل الأشياء قد تعني اللي أنجبوني أبويا وأمي لإليه لأنه هم مصدري مصدري أبويا وأمي إذن مصدر قد تعني ولادتي نشأتي قد تعني المسيح اللي خلقني وقد تعني أبويا وأمي لأنه هم اللي أنا جيت من عندهم دلوقتي خلينا نشرح بقى معنى كلمة رأس في السياق ده أي المسيح رأس الرجل بمعنى إيه إن المسيح هو خالق كل الأشياء زي ما قلنا كلمة مصدر فهو المصدر الرجل المسيح هو المصدر بتاع الرجل مش رئيس زي المسيح هو اللي خلق آدم وكل نجينا من آدم لكن المسيح خلق كل الأشياء أرى لك آيات سريعة بكارنة واحد كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كلوسي واحد فإنه فيه خلق خلق الكل الكل به وله قد خلق وإبرانين واحد الذي به أيب المسيح أيضا عاملة العالمين يعني المعنى هنا المسيح رأس الرجل هو أن المسيح المصدر اللي جي منه الرجل طب الرجل رأس المرأة يعني إيه المرأة خلقت من الرجل تكوين اتنين وده مش تقليل مش تقليل وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم يعني وأخيرا الله رأس المسيح طب يعني إيه هنا بقى تعني أن المسيح خرج من عند الآب الآب هو المصدر عالك يحنى 13 يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي ويحكي قصة غسل الأرجل لو طبقنا كلمة رأس بمعنى مصدر هنا هنلاقي أن ما فيش مشاكل لهوتية وهيقودنا ده إلى ترتيب ثلاثي متناسق على فكرة مع الترتيب اللي ذكروا بولوس يعني إيه يعني رأس كل رجل هو المسيح طب ما هو في الأول الرجل اللي خلق المسيح خلق الرجل فدي جت في الأول بعد كده رأس المرأة هو الرجل خلقت من الرجل وثالث حاجة رأس المسيح والله لأن المسيح أتى من عند الله من تلقى من ألفين سنة الترتيب هنا حتى اللي ذكروا بولوس ترتيب ممتاز يعني وده المصدر أعايز أخبرتك في الحتة دي لما كنت بتناقش مع صديقتي الحياة أنه جالي إحساس أنه أنا محتاجة أبحث في المعنى ده أكتر بس يعني أنا فهمت كلمة المصدر لكن هل ده فيه إحاق بالوحدة أيضا ال ال الوحدة اللي بين الله والمسيح أه طبعا أوكي والوحدة اللي بين الرجل والمرأة بالزبط يعني مش عارفة ليه ما قدرش أقولك بالتحديد ليه أنا شايفة أنه ممكن يكون في سياق الكلام ربط بوحدة الرجل بالمرأة والتساوي ده إن الاتنين من الله طبعا وهو نفسه في الآية في نفس النص بيقول نعم أنتوا من بعض أنتوا الاتنين زي بعض يعني إذن لو تفتكر حضرتك في البداية أنا قلت فيه نقطة مهمة جدا أنه لما تبقى فيه مقطة مهمة خاصة في الكتابات الصعبة اللي هي من بولوس خلينا نبص على المقطة الرئيسية نعم بلاش النقطة الفرعية إذن حدثك بتقول أنه غطاء الرأس في السياق ده هو النقطة الفرعية بالزبط فمش مهم ودي نقطة لترتيب العبادة لأن بالذات في كورونثوس أغلب اللي كان فيه كنايس كان أغلبها يهود زي فلسطين زي كنيسة أرشاليم الرعي بتاعها يعقوب كنايس اللي هي في أوروبا أو في آسيا الصغرى كانت أغلبها كنايس جايين من خلفية وثنية لكن كان فيهم يهود برضو فكرة لما كنا بنقول كانت الست تدخل المعبد الوثني تشيل غطاء الرأس بولوس عايز ببساطة يفرق ما تدخليش الكنيسة وتشيل غطاء الرأس ده يعني حالة خاصة موجودة في كورونثوس وما ألهاش حتى على فكرة لبعض الكنيس الأخرى ليه ما ألهاش لكنيس تاني؟ لأن وضع المعابد هناك والنساء في المعابد كان مختلف بالضبط بالضبط إذن والنقطة الجوهرية هنا على فكرة كان بيتكلم لما بيتكلم عن كورونثوس أولى 11 ده بعد شوية هتلاقيه بيتكلم عن الميدى العشاء الربان وبيقول حاجات إحنا لحد النهاردة مش عارفينها بيقول معمودية من أجل الأموات آسف دي ديف 15 لكن الفكر بولوس بيدعم دايما بنقطة ثانوية النقطة الرئيسية النقطة الرئيسية نحترم ربنا في العبادة بس يعني كنت بشوف أن اليهود لما بيغطوا رأسهم لما يجوا الرجال يغطوا رأسهم والشراشيب تبقى طويلة ولازم تبقى مجرجرة في الأرض والكلام ده كله ففيه هنا هو بيكلم على ثقافة أنت مش محتاج أنك تعمل كده طبعا إخل عدال أنه ما فيش بينك وبين الله صحيح صحيح ففيه تفريق حتى اليهود على فكرة أغلبهم بيراعي ثقافة المكان بالضبط يعني اليهودي اللي عايش في نيويورك يختلف عن اليهودي اللي عايش في أورشاليم الثقافة مختلفة صحيح بعض الأحيانا هتلاقيهم زي بعض بالضبط زي ما احنا كنيسة المهجر أحيانا تلاقيها إنعكاسة عن كنيسة مصر أو الشرق الأوسط هتلاقي بعض الستات في الشرق الأوسط بيلبسوا غطاء رأس وفي كنيسة المهجر هتلاقي كده لكن أغلب الظن أغلب الكنائس بتحاول تبقى موجودة في المجتمع المجتمع ما يدخل لناش لكن نشوف الحاجة الكويسة في المجتمع ونرايها نحترم وعملوا كده في السابي اليهود نفسهم راحوا السابي تعلموا لغة المكان واشتغلوا في الأصر في أصر الملك يعني ورب قال لهم ابنه بيوت واشتروا أراضي وتجوزوا مع أنه ده كان شيء ممنوع بالنسبة لهم طيب نقطة عايزة نرجع تاني سريعا الحضرتك بتقوله أنه هنا النقطة في رأس الرجل والكلام ده هي العبادة الهدف العبادة غطاء الرأس شيء سنوي صحيح طيب ده شيء معقول جدا طيب النقطة التانية بقى هي نقطة أنه أنه الست هي اللي أخذت من الراجل مش الراجل اللي أخذ من الست وكده هل حضرتك تقدر تعلق لنا على دي أو اللي عندك حاجة قبلها خلينا نشوف الصمت أنه هو صمت المرأة وهنعلق على التانية دي طبعا بلا جدال طيب أنا عايزة أقول حاجة أولا لأنه إحنا قدامنا تقريبا خمستاشر دقيقة وحضرتك وعالتاني إن إحنا هنعمل الحلقة الجاية الأسبوع الجاية نكمل مظبوط وازلت على الوعد فإحنا خلينا ناخد راحتنا براحت حضرتك تكلم في النقط براحتك ماشي ونكمل الأسبوع الجاية خلاص الأسبوع الجاية إن شاء الله نتكلم عن المؤطاء بالذات اللي هو تعليم المرأة للرجل رائع اللي هو مش عايزها تسكت ولا تتسلط على الرجل كمان سوري مش عايزها تعلم الرجل الرسول بورستي مثاوس الأولى اتنين اللي إحنا قرينا ولا تتسلط على الرجل كويس وهنشوف ليه كمان لأنه هو بيحط نقط ثانوية دعم النقطة الكبيرة مهم هنا بقى خلينا نشوف صمت المرأة في الكنيسة كونيس الأولى 14 34-35 لتصمت نسائكم في الكنيس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمنا بل يخضعنا كما يقول النموس أيضا ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمنا شيئا فليسألنا رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة أتتكلم في كنيسة النظرة السطحية طبعا هنا تشوف آسف أن بولوس أمر بصمت النساء في الكنيسة صمت كامل والتفسير الحرفي هيقودنا إلى أن منع المرأة من التعليم ومن الصلاة من الترنيم حتى من تعليم الأطفال تصمت في الكنيسة أطفال جوا الكنيسة فهي المفروض تصمت لأن كل ده يتضمن الكلام في الكنيسة وما في الشخص طبعا النهاردة عاقل أو يفهم جزء حتى من كلمات بولوس يقدر يطبق بالطريقة المتطرفة دي ولا وقتها ولا وقتها لا ولا وقتها لكن في كنيسة كورونثوس هو كان عايز ده ليه؟ هنشوف دلوقتي ليه؟ لو حاولنا تطبيق الآيات دي على منع المرأة أنها تعلم في الكنيسة يبقى ده مناقض للألوبولوس في الأعداد اللي دلسناها قبل كده في 11 بيقول أنه هو عايز هتعلم لكن هو كل المشكلة عنده أن تبقى لبسة غطاء رأس وهي بتصلي أو تتنبأ ده يبقى واضح أنه بولوس بينواقد نفسه هنا بولوس لم يمنع المرأة من الصلاة أو التنبؤ في 11 لكن احتراما للبيئة وفي وقت الصلاة أو التنبؤ كان عايز المرأة تغطى رأسها وأن الراجل يغطى رأسها آسف أن المرأة تغطى رأسها والراجل لا يغطى رأسها مستحيل أن بولوس يناقض نفسه ويقول حاجة في كورونسوس أولى 14 وهو قالها في كورونسوس الأولى 11 يعني ده 3 أصحاب بس فرق هو بلا جدال لا يقصد صمت كامل لأنه أذن للمرأة أنها يتعلم والاتنين التنبؤ والصلاة بيتضمنوا الكلام سؤال وبرضو هجاوب عليه نعرف إحنا نعرف إيه اللي بتعنيه كلمة صلاة كلمة تنبؤ ببساطة إما أن يكون بيعلن النبي أو النبية لشعب الله عن حاجة هتحصل في المستقبل إشعية وإرمية كل الناس دول تنبؤوا بحاجات هتحصل في المستقبل أو أن النبي يفسر جزء من كلمة الله زي مثال ناثان لما راح لداود النبي هو ما قال له تنبؤ لكن قال له أنه داود أنت عملت غلط وده له مثال والمثال قاد داود وقال له أنت هو الرجل يعني داود أتى الأورية جوز بث شبع وزان معها قبل قتل إذن النبي ممكن يعلم وده اللي بيقوله بولوس وهو هنا كان معطى كلمة من الله ورح يفسرها لداود طبعا بالضبط فإذن إما يعني تنبؤ أو يعني وعص لما يقول بولوس عن المرأة أنها تغطي رأسها لما تصلي أو تتنبأ مش بيمنعها أنها تعلم لكن عايزها تحترم مجتمعها وتغطي رأسها ما زال السؤال إذا كان بولوس لا يمنع المرأة من أنها تتنبأ أو تتكلم في 11 ليه بيأمرها أنها تصمت في 14 خلينا نقارن بين تعليم الرجل وتعليم المرأة في المجتمع دا في المجتمع الراجل تتعلم بينما المرأة لم تتعلم ولا حتى تقدر تتكلم في اللاهوت أي موضوع لهوتي ما كانتش المرأة تقدر تتكلم لكن الكنيسة اتغيرت غيرت الموضوع قعد الراجل جنب المرأة وتكلمه اتعلموا الاتنين مع بعض عرف الراجل طبعا الراجل كان بيعرف أكتر من الست في الوقت دا ليه؟ لأنه خد فرصته هو صغير وهو صغير يتعلم البنت ما كانتش بتتعلم الكنايس كانت بتأخذ اجتماعها تهافين في بيوت صحيح مش يعني أول مبنى كنيسة كان في القرن الرابع الميلادي في الأردن الكنايس كانت بتأخذ اجتماعها في بيوت المؤمنين وبالتالي كان ممكن يقطعوا المعلم أو الوعز ويسألوا عن بعض الأجزاء الصعبة إذا سأل شخص جاهل سؤال هيكون فيه تضييع وقت للمعلم أو الناس اللي موجودين ويعني هيقوله المعلم ممكن تأجل السؤال دا الأفضل أنه ينتظر لوقت آخر ولأن أغلب اللي كانوا بيسألوا ستات فأفضل شيء أن هما يستنوا لحد ما يرجعوا البيت وبعدين يسألوا أزواجهم اللي هما يعرفوا أكدر وتعلموا أكدر خلينا أقرأ الفصل وشوفي اللي أنا بقوله دا صح ولا غلط كل آسف وكورنسوس الأولى 14 34 35 لتصمت نسائكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمنا بل يخضعنا كما يقول للنموس أيضا ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمنا شيئا لأنهما جاهلات فليسألنا رجالهن في البيت لأنه قبيح ليه لأنه الراجل متعلم أكتر من الست لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة يعني اللي واضح أنه هو على فكرة بولوس ما بيتكلمش عن صمت كامل يمنع المرأة أنها تتعلم لكن صمت لتتعلم هو لا يمنع أنها تتعلم فإحنا هنا في البداية الكنيسة في البداية الكل بيتعلم حتى الرجال يعني هو بيتكلم في كورونتوس الناس دول مش أصولهم يهودية صحيح يعني الراجل والسته هي دي النقطة اللي دايما فيها نقاش شوية طيب هو الراجل والسته الاثنين ما يعرفوش حاجة عن المبادئ الكتابية صحيح بس في حاجتين هنا في جزء من كنيسة كورونتوس كان يهود وحتى في المجتمع الوثني كان الرجل يعرف أكتر من المرأة لأن النساء ما كانوش بيتعلموا فعلا دي حاجة الزب كده وكل اللي عايزوا هنا هو مش يعلمهم بولوس بيقولهم ما تعملوش زيطة في الكنيسة الكنيسة صغيرة 30-40 شخص بالكتير وستات لما بيسألوا كانوا بيسألوا أزواجهم أحيانا جزء قاعد جنبها هل تبقى قاعدة جنبها تقولوا طب إيه وقال إيه قل ليك إيه أنت علم بي كده بالظبط كده هو عايزهم يتعلموا فضيلة الصمت جوه الكنيسة لما يكون شخص تاني بيتكلم بس يعني يستنوا لما يرجعوا البيت ويسألوا أزواجهم على فكرة بولوس منع الرجالة يعني أمر الرجالة بالصمت برضه في نفس رسالة كونس الأولى 14 بيقول إيه عدد 28 ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله ده لا يعني إن الرجل يصمت صمت نهائي ما يصليش ولا يعلم هو وقار للخدمة بيقول إنه لما يكون في حد عايز يتكلم بألسنة لو ما فيش مترجم أسكت هرجع تاني للكرونسوس الأولى 14 معلش لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة إن لو كان وقف عند اللي تصمت نساءكم في الكنيسة وبيروح تسألي جوزك في البيت دي يبقى كده بنتكلم عن خناء لكن لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة هل في الترجمات في إضافات؟ في الأصحاح في إضافات في الأصحاح هوريليك حالا في إضافات في الأصحاح بيتكلم فيها عن نقطة التشويش جوه العبادة في الكنيسة هديليك مثل من كليات اللهود كتير من اللي بيدرسوا دراساته عليا في كليات اللهود بيبقوا مختلفين مستوياتهم طلبة مستوى متعمق مستوى متوسط مستوى سطحي في الطريق دي نتخيل يعني أن فيه شخص بسيط وبيدرس ودايما يسأل أسئلة إجابتها معروفة لباقي الطلبة الأستاذ عليه المعلم بيقول أنه يأجل الأسئلة دي يعني لأن المعلم مش عايز تضيع وقت البقين لإجابة سؤال بسيط وواحد بس اللي هستفيد منه ده لا يعني الصمت الكامل من كل الطلبة في كل الوقت لكنها مرحلة بيحاول المعلم فيها أن يساعد اللي لم يتعلمك في الكتاب وبعدين يديله الحرية بعد كده يسأل يقول له في البريك اسألني ده أنا بتكلم على الحرية واحد جاي متأخر مثلا والحياة دي ده مثلا رائع جدا لأنه في الكنيسة كان كل يوم ينضم إلى الكنيسة كاتيرين ففي واحد بقاله شهر وفي واحد بقاله يوم مضبوط فدي نقطة مهمة أجاوبنا على سؤالك بتاع في الأصحاح بيجاوب بولوس بيقول خلينا نضيف خليني أضيف عدد تلاتة وتلاتين للباقي يعني إحنا عرينا اربعة وتلاتين وخمسة وتلاتين خلينا أضيف عدد تلاتة وتلاتين لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القدسين لتصمت نسائكم في الكنائس وبيكمل إذن نقطة بولوس هنا الناس اللي كانوا يشوشوا في الكنيسة يعني الناس بتروح لأربعة وتلاتين قبل ما يشوفوا تلاتة وتلاتين لأن الله وأقول لك على عدد تاني في نفس الأصحاح عدد أربعين يعني بيقول إيه كرونثس الأولى أربعة تشر أربعين وليكن كل شيء بالياقة وبحسب ترتيب كل اللي عايزه بولوس إن الله ما هواش إله يقوله كل اللي عايز يقوله الله ليس إله تشويش بل إله سلام علينا أن نحترم الكنيسة ونحترم الله في العبادة بدون ضجيج ويكون كل شيء بالياقة وترتيب حضرت الأسيس إحنا قدامنا خمس دقائق عايزة أسأل حضرتك تصورك يكون إيه لو صمتت النساء من هذا الوقت إلى اليوم في الكنيسة واو سؤال ده عايز دكتوراه تحضر دكتوراه ممكن يكون درسانت المسيحية بتاعتي مع حضرتك على مدى التاريخ جم ستات كتار أثروا المسيحية بفكرهم هقولك على واحدة أنا مش فاكر اسمها كانت المستشارة لبابا روما أي المستشارة اللاهوتية لبابا روما كان في وقت العصور الوسطى الإمبراطور أو الملك كان يسأل مين البابا في يوم من الأيام البابا كان مسافر عارفة ما كانش فيه الوسائل زي النهاردة فالملك بعت للأصر البابوي يسألهم سؤال لهوتي أي مين اللي كانت مستشارة البابا اللاهوتية كانت موجودة الزكاة بتاعها تعمل إيه تقوله بعتت له الرد لكن بعتت تقوله إيه لو كان البابا موجود كان هيرد عليك بالطريقة دي اللي عايزة أقوله إيه إن كان فيه فكر رائع وفي بعض البابوات استخدموا السيدات إن هم يعني يكونوا يحطوا علامة فيه كتاب I highly recommend اسمه daughters of the church بنات الكنيسة الكتاب ده أنا درسته وأنا بدرس أنا خدت كورس مخصوصا عن وأنا بدرس في كلية اللاهوت عن المرأة في الكنيسة لكن عايزة أقولك على حاجة أختم بيها المرأة هي اللي أتت بالمسيح إلى عالمنا بمعنى أن يسوى جسديا جه من خلال الروح القدس وجسد أمه العذراء وهو جنين التغذى منها فقط قبل ولادته لم يشارك أي رجل في بشرية المسيح كل الجينات كل دي النقي جه من الأم من سيدة فاضلة وكل دي كانت الجينات اللي موجودة في جسد المسيح كانت من امرأة فقط وللأسف النهاردة يعني جسد ودم المسيح جايين من مريم وللأسف بنمنع المرأة النهاردة أنها تقدم جسد ودم المسيح على مائدة العشاء الرباني الله عنده الرد بولوس بقى قال إيه أختم بيها الآية دي في غلطية على فكرة غلطية أول رسالة اتكتبت لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسو هاللويا كلام الرب أكتر حاجة تشفي قلوبنا وأفكارنا بشكرك من كل قلبي على الحلقة اللي أنا شخصيا استمتعت بيها جدا وعارفة أنها تكون بركة لكتير من الناس خليني أقول كلمة أخيرة صوتك معطى ليكي من الله محدش يقدر ياخده منك الروح القدس اللي جواكي حينطق لما تخضعي أمام الله أبوكي راسك سندك الروح القدس اللي فيكي إحنا النهاردة تكلمنا عن أن بولس منع الستات حسب ما الناس بتفكر كده إن هم يتكلموا لتصمت نسائكم في الكنيس بس أنا هعمل لكم تحدي بسيط جدا في 30 ثانية أنا هديكم آيات تقدروا تراجعوا فيها كيف تحدثت المرأة في الكتاب المقدس داخل الكنيسة ضمن الكنيسة بصوت المسيح يعني في العهد الجديد كله أقول لكم مثلا عمال 1-14 رجعوا الآيات دي اكتبوا ورايا شوف الحلقة مرة تانية واكتبها عمال 1-14 2-4 17-18 4-31 عمال 21-9 رمي 12-6 رمي 17-1 رمي 16-1 كورونسيس الأولى 12-7 و11 و27 و14 كل الآيات دي كلها قدام الآية الوحيدة في رسالة كورونسوس 14 أتمنى وبصلي إن الله يفتح عيوننا ويعطينا توبة عن إننا ننسب هذا الكلام لله الله عايز يسمع صوتك كوني حرة في التعبير عن محبتك لله إلى اللقاء